تشكل هذه المزرعة البيئية مشروعا غير مألوف كثيرا في القطاع الزراعي في الجزائر الذي يسيطر عليه الرجال إلى حد كبير إذ هي أنشئت قبل أربع سنوات على يد مزارعتين في دواودة على بعد ثلاثين كيلومترا غرب الجزائر العاصمة سنة كلها تشهر من تحديد ممتع ترجمة طرباء عن طرباء الاستعادل لتعادل على التعليمات من أجل من أحببت حدث وعنفت نزل على تعمل على تعمل على تعمل على المزارع كانت نجمع بواحدة لحظة التعليمة لحظة التقليم لأننا نجمع بشكل ملغاني لحظة التعليم بعد حصولهما على درجة الماجستير في التنوع البيولوجي والبيئة النباتية من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين في الجزائر تركت الصديقتان العاصمة للعودة إلى الأرض والشروع في زراعة تحترم دورات الطبيعة من دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية وذكرت صحيفة أوريزون الجزائرية أن النساء كنا يمثلن 4% فقط من المسجلين في غرفة الزراعة في محافظة تيبازة التي تتبع لها المزرعة هناك 4 عام سلاسة ليس ممتازنين في غرفة الزراعة ومعلك في محافظة التي تتبع لها المدينة ومعلك في محافظة أن نتواجد من المجلسين لذلك يمكن أن نتغيب فيها بذلك فعلنا نتغيب في أساسة وباتت الشركتان الآن توظفان عاملا زراعيا بدوام كامل وثمانية عمال موسميين في فترة الحصاد في أرضهما التي تمتد على مساحة 1300 متر مربع ويعتمد نجاحهما أيضا على استراتيجية تجارية مبتكرة تجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي والقرب الجغرافي من المستهلك فهما تعرضان أسبوعيا على حسابهما على انستغرام سلة من الفواكه والخضر التي يمكن للعملاء المهتمين حجزها عبر تطبيق واتساب ثم استلامها صباح الجمعة في سوق في مزرعة تعليمية على بعد بضعة كيلومترات من حقولهما قلب من المستهلكم وتبيع المزارعتان كل أسبوع عشر سلات إلى ثلاثين سلة تحوي ما تجود به الطبيعة في كل فصل وغالبا ما تكون متنوعة أكثر عندما يكون التقص جميلا مقارنة بموسمي الخريف أو الشتاء